اتشكر مين والمين شكرا لكل المصريين شكرا للقائد العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي على القوة والحكمة في إدارة الأزمات شكرا للحكومة المصرية على سرعة اتخاذ القرارات وحسن تنفذها شكرا للأطباء والممردين شكرا للمهندسين شكرا للمعلمين والمحامين والمحاسبين شكرا للعمال والفلاحين شكرا لكل إيد بتبني وتعمر في أرض مصر شكرا للشعب المصري العظيم الحقيقة صباح الخير صباح الأمل صباح العمل صباح الكفاح والعزيمة أهلا بحضراتكم في أولى حلقات برنامج المصطور على شاشة قناة الصحة والجمال برنامج المصطور هو برنامج تحقيقات وقضايا هنعرض من خلال البرنامج عدد من القضايا والملفات اللي بتهم كل مواطن مصري الحقيقة قضايا سياسية قضايا اقتصادية قضايا فنية ورياضية هنهتم أيضا بسوق المال وهنهتم أيضا بصحة المواطن أغلى حاجة عندنا أمنك وسلامتك وصحتك بكل تأكيد صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصريين عليكم والحقيقة أنا هبدأ الحلقة بقرار السيد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بشأن قرار الحذر ووضع موظفي الدولة والإجراءات الاحترازية في الفترة القادمة أنا هقرأ لحضراتكم أهم النصوص الحقيقة يعني القرار بيتكون من 12 نص 12 نص لحفظ أمن وسلامة المواطن المصري بكل تأكيد أنا هقرأ لحضراتكم أهم النصوص اللي جت في القرار طيب المادة الأولى نصة المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء واستمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين وضرءا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد يحظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءا من الساعة السامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا مع السماح بالحركة الضرورية التي يقدرها مأمور الضبط القضائي دي المادة الأولى المادة الأولى في قرار السيد رئيس الجمهورية طيب في المادة التانية نص قرار سيادته على أن يستمر إغلاق المقاهي والكافاتريات والكافهات والكزينهات والملاهي والنوادي الليلية وأيضا الحنات وما يماثلها من المحال والمنشآت طيب إيه تانية يا فندم أيضا يتم غلق المحال التي تقدم التسلية والطرفيه كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ ويقتصر ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكلات والمشروبات على تقديم خدمة التكاوي خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك وأيضا خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة نص المادة التانية طيب النص المادة التالتة تغلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية ما لها المراكز التجارية يا فندم؟ يتم غلقها أمام الجمهور بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا في المادة الرابعة والخمسة الحقيقة سيادة رئيس الوزراء بيستسني بعض الأعمال من هذا الحظ وهقول لحضراتكم أمثلة من هذا الاستثناء جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للسوق العالمي للتصدير يعني يا فندم وأيضا مركبات الطوارئ ومركبات نقل الأموال وأيضا يستسنى من هذا القرار المخابز ومحال البقالة والتموينيين ومحال الخضروات والفكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية دي المحلات والمشروعات التجارية اللي هتستسنى من قرار الحظ نص أيضا قرار في مدته الخمسة على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة والخاصة اعتبارا من الساعة السامنة مساء وحتى الساعة الرابعة عصرا الرابعة صباحا أناس ووفقا للمادة السادسة من القرار يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزرات والمحافظات للمواطنين ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة مكاتب العمل مكاتب البريد وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية والتي يحددها السيد وزير الداخلية وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يحددها السيد وزير العدل كما نص القرار في مدته السابعة على تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها الحقيقة القرار سيتم تطبيقه بداية من غدا الأحد 14 يونيو ويستمر العمل به حتى نهاية الشهر الجيل قرار السيد رئيس الوزراء جاء لمصلحة المواطن لحفظ أمن وسلامة المواطن ومليون خط تحت حفظ أمن وسلامة المواطن الإجراءات الاحترازية المتخزة من الحكومة المصرية الحقيقة أو أيا كانت القرارات التي اتخذها الحكومة المصرية فهي قرارات في صالح المواطن والدولة المصرية بكل تأكيد ما نسمعش كلام حد ما نسمعش كلام المغرضين وأصحاب الأجندات الدولة مش عايزة غير مصلحة المواطن بكل تأكيد مش عايزة غير أمن وسلامة المواطن بكل تأكيد ما لهاش أي هدف تاني حضراتكم لازم تبقوا عارفين ده كويس جدا بتحميك من فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا المستجد فيروس سريع الانتشار الحقيقة فيروس من سلالة فيروسات كورونا فيروسات كورونا معروفة ومن ضمنها فيروس صارس مثلا فيروسات بتصيب الجهاز التنفسي للإنسان والحيوان أمراض اللي بتسببها فيروسات كورونا بتصيب الإنسان والحيوان وكان آخر الفيروسات طبعا فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد 19 كوفيد 19 أهم أعراض هذا المرض الحقيقة عشان حضراتكم تبقوا عارفين وإحنا والسادة الإعلاميين الحقيقة من بداية هذه الأزمة والتوعية شغالة على أعلى مستوى التوعية موجودة في كل مكان وسائل الإعلام المرئية والمقروقة والمسموعة المواقع الإلكترونية كلها بتوعي المواطن المصري بشكل كبير الحقيقة هو ده فيروس كورونا أعراضه زي ما قلت لحضراتكم الحمى الإرهاق السعال الجاف الألام والأوجاع احتقان الأنف الصداع فقدان حسة التسوق والشم الإسهال وألام الحلق كل دي ممكن تكون أعراض لبداية مرض كوفيد 19 لدخول فيروس كورونا المستجد لجسم الإنسان والحقيقة أنه بيتعافى من المرض 80% من المصابين ده حسب الدراسات أنا بقولش كلام من عندي حسب الدراسات اللي اتعاملت 80% من المصابين بفيروس كورونا بيتعافى ربنا يعافي كل المصابين بإذن الله طيب هو فيروس كورونا الحقيقة ظهر في نهاية شهر ديسمبر سنة 2019 في مدينة يوهان الصينية ظهر في نهاية شهر ديسمبر الحقيقة وفي يوم 2020 في يوم 20 يناير سنة 2020 بيعلن الرئيس الصيني شي جين بينج شي جين بينج الرئيس الصيني بيعلن أن فيروس كورونا مرض معدي ينتقل بين البشر طيب وبعدين إيه اللي حصل بعد كده؟ في يوم 21 يناير سنة 2020 يعني بعدها تقريبا بيوم بيصل عدد الوفيات في الصين إلى 6 وفيات في يوم 23 بتتحدث بكين العاصمة الصينية عن إصابة 614 شخصا بالوباء وتوفى على إصرها 17 شخصا وبتفرد الصين الحجر الصحي في مدينة يوهان في 30 يناير وبتعلن منظمة الصحة العالمية رسميا تفشي فيروس كورونا المستجد إلى أن يصل إلى مصر وهنا كانت هناك مواجهة قوية بين الدولة المصرية وبين فيروس كورونا المستجد كيف كانت هذه المواجهة؟ ما هي أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة ومجبهة فيروس كورونا المستجد؟ هيكون معنا الأستاذ خالد محمد الصحفي بجريدة العامل المصري هنتكلم معاه أكتر عن عبور الدولة المصرية لهذه الأزمة ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد قبل الفاصل كنت اتكلمت مع حضراتكم عن مواجهة مصر مع فيروس كورونا المستجد وعلشان تكون التفاصيل أوضح للسيد المشاهد علشان نقدر نتكلم بتفاصيل ومعلومات دقيقة هيكون معنا وضفنا في البرنامج الأستاذ خالد محمد الصحفي بجريدة العامل المصري أستاذ خالد أهلا بحضرتكم على صفة كلمة دي وان شاء الله دانا بالتوفيق بإذن الله يا ربي خليك يا فندم انت اللي نورتنا وأسعدتنا الحياة النهاردة يا فندم احنا بنتكلم عن مواجهة الدولة المصرية مع فيروس كورونا أنا عايز أقسم مع حضرتك مراحل هذه المواجهة يعني كيف بدأت ظهور هذا المرض في مصر طبعا احنا كدولة مصرية احنا طبعا مرنا بأزمات أكتر من أزمة لكن هذه الأزمة طبعا أزمة غير مسبقة انه طبعا الكرسى جدت على الدولة بشكل كتير وخسار بشرية وإقصادية ومالية وطبعا كان بداية ظهور هذا الفيروس كان عن طريق السائح الصيني عند قدوم من الخارج دي كانت أول حالة فانم تظهر في مصر كانت في مطار القاهرة عن طريق سائح صيني اه وبرضو فيه اثنين من الأفراد الأجانب كانوا شخصين بمطار قادر القاهرة كانوا جاين زيارة لمصر زيارة سياحية كمان فطبعا دول تم الكشف عن طريق السورات المحتصة من قبل وزارة الصحة والسكان ووجدوا أن هؤلاء الشخصين كانوا حاملين للفيروس فتم عزهم تماما وتم طبعا بتغسط الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لاتباع إجراءات الدولة وطبعا الحمد لله تم شفاءهم ولكن بعد كده ظهر 12 شخص على السفينة سياحية اللي هو الفندق العائم القادم من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر وكان أغلب المصابين من مدن محافظة الأقصر وكان يحمل الفندق العائم كان يحمل 68 من العاملين للفندق العائم وكانوا مخلطين بالنسبة لـ 12 حالة لكن المصابين كانوا مخلطين لـ 18 فرض فطبعا الدولة تبعت الموضوع بشكل كويس جدا وتم عزل الـ 18 الإجمال اللي هو 30 حالة بـ 14 يوم وفقا للإبراعات الاحترازية والوقائية وطبعا تم شفاءهم الحمد لله ولكن بعد دولة الأيام وبعد كده طبعا نتيجة استطار بعض أفراد الناس بهذا الفيروس ولكن طبعا كانت الخسار كبيرة طيب هو يا فندم الحقيقة بعد ما ظهرت الحالات في مصر كان الهيئة العامة للاستعلامات كان لها تعليمات هامة لوزارة الصحة بخصوص بيانات أو إحصاءات أعداد المصابين والمتوافين يوميا ده كلام صحيح بالضبط طبعا نحن كهيئة العامة للاستعلامات للاستعلامات طبعا نمد التعلامات لوزارة الصحة والسكان بإصدار ورصد الأعداد للمصابين والوفاء بكل شفافية ولكن طبعا بيقصر الأقويل أن الناس بتقول لا دي مش الأعداد الحقيقة ده ناس كتير على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بكله بيكلموا أن الأعداد دي لها مش حقيقة لا 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 كلام ده طبعا لا العداد طبعا مش مفاركة تماما احنا طبعا نتخذ مع كل مصابة الأجرات ولكن احنا بنطلع الرقم وفقا للاعداد التم ملاحقتين من قبل وزارة الصحة والسكان عن طريق البي سي آر ولكن أغلب المصابين طبعا ما بيتجهوش للعمل التحليل ليه؟ علشان المصاب بيواجه نوع من أنواع التنمبر طبعا بنجد أحيانا من الناس المصابين طبعا لو مثلا شخص ما معرف حسابك مثلا لأفادة الصاب مثلا شخص ما بيقول لي لا ابد عندما مصاب بفرس كورونا لا أمشرفيه طب يا جماعة ده ده بعرض والمطلع بتعرض بنا وبدأ 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 تمام الحقيقة في مدخلة تليفونية هامة من الدكتور محمد عبدالعليم صباح الخير يا دكتور دكتور محمد صباح الخير صباح الخير يا فندم أخبار حضرتك يا فندم صباحك زي الفل إن شاء الله دكتور محمد الحقيقة أنا بتكلم مع حضرتك النهاردة يا رب تسلم يا فندم دكتور محمد يمكن حضرتك كنت رئيس مستشفى الحميات ببنها الأسبق يعني عندك خلفية ودراية واسعة بفيروس كورونا والأمراض اللي بيتعرض لها السدر دكتور محمد حضرتك سمعني سمعك يا فندم يا فندم أنا بس عايز أعرف رأي حضرتك في وعي وعي الشعب المصري في التزام وبقرارات الحكومة المصرية بارتداء الكمامة الحقيقة يا فندم يعني هو جهد مشكور معمول من الضغط الصحة للتوعية من الانتشار بيروس بيروس كورونا لكن احنا في بعض الناس خدوا الأمور باستخدار شوية وده ساعد على الانتشار فكلمة التباعد دي مهمة جدا كلمة غسل إيدين بالسبرار مهمة جدا انتداء الكمامة مهمة جدا ده كان برضو حفاظ على أن نحن نقص من التائرة المغلقة ده نحن ماشيون فيها لكن أخيرا بدأت الناس تنتبه وبدأوا يأخذوا الأمور الاحتراضية دي باهتمام يعني الكمامة أنا بلبسل الكمامة ليه؟ أنا عشان أحمي غيري وأحمي نفسي بالضبط يعني الكمامة مش هتكلفني كتير أنا بحمي نفسي وبحمي غيري الكمامة مش منظر أن أنا بلبسها عشان بعدي بها الشرطة وقفة أو بتاع بعين أخلاعها لا لا خالص يا فندم ده أكيد أنا لدمي بقى عندي الوعي والإدراك أكيد أكيد يا فندم أكيد لازم يكون فيه وعي وإدراك وأنا الحقيقة شايف أن الفترة الأخيرة زي ما حضرتك قلت هناك وعي وإدراك من المواطنين المصريين بالالتزام بالقرارات الحقيقة الاحتراضية والإجراءات الاحتراضية والوقائية ولكن يا فندم هم الحقيقة اتفقوا على ارتداء الكمامة ولكن اختلفوا على أنواعها اختلفوا أي كمامة هي الأفضل هي المناسبة عايزيني نعرف الموضوع ده من حضرتك أكتر يا دكتور محمد تمام أولا في الفترة الأخيرة ظهرت أنواع كثير من الكمامات غير الكمامة المعروفة والمتدولة اللي هي الكمامة الجراحية يا دكتور الكمامة الجراحية أي باللتها الزراحين والممرض فيه الكمامة القماش الكمامة القماش دي أنا ما بتحميش من البيض الكمامة القماش بتحميك من الغباب والطراب والعفار اللي ممكن تتعرض له في الشارع تمام لكن لا تحمي من دخول الفيروس تمامي فان الكمامة الثلاسية اللي بينها اللي هم طبقين وبينهم طبقة عزلة دي بتحمي بنسبة كبيرة جدا لأن طبقة العزلة اللي في النص دي بتمنع آآ معظم الفيروسات من الدخول بنسبة كبيرة نيجي الكمامة بقى اللي بنسميها لأنها خمسة وتسعين آآ اللي هي بيقاليها فلتر دي يا فندم مش كده اللي لها فلتر يا فندم تمام تمام الكمامة اللي لها فلتر دي مهمة جدا لآآ لأنها تحمي من أكثر من خمسة وتسعين في المئة من دخول الفيروس كده تمام يا فندم طيب يا فندم عايزين نعرف بس من حضرتك الناس دلوقتي أنا يعني مشهد أنا بشوفه ومشهد غريب وعجيب الحقيقة لما تكون حضرتك ماشي في الشارع وتلاقي الكمامة مرمية في الأرض أو الكمامة مرمية وسط قمامة مثلا هل دي طريقة صحيحة للتخلص من الكمامة ولا في طرق أصح يا فندم للتخلص من الكمامة دي طريقة خاطئة الحقيقة سؤالك ده وديل جدا لأن الكمامة اللي كنت تدريب في الشارع دي بتساعد على انتشار الفيروس أكثر لأن الكمامة معروف أن هي عبق على وجهات أو على السطح الخارجي لها معظم الفيروسات ومعظم البكتيريا اللي دخلت لك من الشارع وكونت تلميها داني في الشارع يبقى أنت بتساعد على انتشار الوباء طبعا يا فندم لحدة تانية فيه ناس بتلمي الكمامات ديت وتنظفها وتعيد باعها دي كارسة كبيرة ده أكيد الكمامة مفروض يعني حضراتكم شايفين دكتور احنا بنعرض دلوقتي أشكال الكمامة وأنواع مختلفة الحقيقة أمام حضرتك على الشاشة دي الكمامة أعتقد اللي هي فلتر اللي هي بيسموها مش كده يا فندم تمام دي كمامة يعني صحية مية في المية يا دكتور دي كمامة صحية والفلتر بتاعها بيتغير بالصبر ودي معقولة جدا واللي فوقها زمان تكاتب كده الكمامة الام دي طبعا المتعرف عليها بالنسبة للأطقم الطبية الكمامات دي فيها ميزة ان هي بتقع محكمة على الأمس وعالفام ايو يا دكتور لديش فرصة ان الفيروس يخش من لجناب لكن هي عبها الوحيدة ان هي بتبقى مرهزة للتنافس تمام يا دكتور تمام دكتور محمد عبدالعليم استشاري أمراض البطنية وأمراض الجهاز الهضمي مدير عام مستشفى الحميات ببنها الأسبق شكرا لحضرتك شكرا جزيلا نطلع فاصل نكمل مع حضراتكم مع الأستاذ خالد محمد أهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين مع ضفنا العزيز الأستاذ خالد محمد الصحفي بجريدة العامل المصري أستاذ خالد برحب بحضراتكم من جديد الحقيقة من يوم 5 مارس ليوم 24 مارس بدأت وزارة الصحة باكتشاف حالات متتالية فاند المصابة بفيروس كورونا المستجد وبناء عليه كانت هناك قرارات مهمة من الحكومة المصرية ما هي أبرز هذه القرارات؟ القرارات وياريت حضرتك باختصار تقول لي إزاي قدرنا ندير ملف العمالة المنتظمة وملف السلع التمويني طبعا بالنسبة للإجراءات الاحتسالة التي تم اتخذت من قبل الدولة وهي أن طبعا قامت وزارة الصحة والسكان بعد تزايد أعداد المصابين بفرض القانون الطوارئ على سلاس محافظات ومعظمية وتوضق أهلية والمينية نظرا لتفشي الوباء بهؤلاء المحافظات وطبعا قام الدكتور مصرومة بولي رئيس مجلس الوزراء بفرض قانون الطوارئ على الدولة طبعا وفقا لتعلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعا قام بتعليق كافة الأدشرة بالدولة من تعليم وسياحة والعجل الاقتصاد طبعا توقفت تماما مما أدى إلى خسائر مالية ولكن طبعا الدولة قدرت نهاية تواجه الموقف طبعا من خلال توفير السلع التموينية بالهبارات والمولات والأسواق والمنافس المتوقعة التابعة للقوات المسلحة وطبعا المواطن لم يلاحظ غياب هذه السلع وكانت السلع التموينية متوفرة بأثار مناسبة جدا وكان بالنسبة للملف العلمانة الغير منتظمة طبعا قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المواطن اللي هو التابعة العلمانة الغير منتظمة ألف وخمسون جنيه مقسمة إلى ثلاثة مراحل طيب سريعا يا أستاذ خالد متى ستنتهي أزمة كورونا سريعا بالعلم بالعلم واحده هو اللي هينهي هذه الأزمة الصعبة فاصل ونرجع مع الدكتور يوسري دكتور الفم والأسنان فاصل ونرجع على حضرتنا ترجمة نانسي قنقر